حاضر معي اليوم في هاد الفقرة السيد نعم وليد بسكري بائع عطور مشهور في الجزائر مرحبا بيك معانا صباح الخير شكرا لك بداية وليد نبدأ صناعة العطور راجدت كثير في الجزائر مؤخرا وشنو السبب الرئيسي ربما لرواج العطور هل سعر ديالها وللنوعية عام ليحو يا نقدر نقول لك بليك لي بدأت الكورونا كانت زافة رواجتها على العطر نجمام تقافتها على العطر ولا تعند الجزائرين حاجة كما نقولوا احنا من الأشياء المهمة بعد خروج جميع الجزائرين مظهروا كما يدير الساعة كما يلبس حواجه كما العطر ولا حاجة إسانسيال لذلك كان رواج هذا ومع غلاء ثانية تعال العطور الأصلية اللي عادي يدفع بالناس باش يروحوا ويشرووا روائح تعال مستخلاصات الزيتية اللي حنا هو يوم اللي يسموهم ليزيكستريت بارفا نعم طيب وشنو هما الفرق ربما وليد بين هاد ليزيكستخي والعطور الأصلية الفرق بينتهم يقدر يكمن في الدجا في التغليف والتعبئة تحهم وفي طريقة الصناع البارفاين الأصلي العطر الأصلي الراواج تعال والمنكان اللي ديلهم الإشهار تعال العطر التغليف تعال وهدو ما قاعد يستقاموا شوية غاليين البارفاين فلافاين تعال كي يخل الصدور ديالو يجي غالي البارفاين ديكستري على ديفيرانس الفرق بينتهم اللي يكون اللي يكون فريمان باين سي الزيوت المستخدامة فسكو الزيوت كين طورق بزاف باش تتخلص الزيوت ما من المكونات بتاع العطر يكون لازم يكون عندك باركزمبل كما كين قلوهم النوتات ولا الموليكول كين الاكستراكشون تحهم لتسقام غالية يكون الفرافاين يجي غالي يعني المادة الاولية تعهم يقدروا انه نفس المادة الاولية ما تقدرش تكون المادة نفس الاولية باركزمبل لفاني تاع دزاير تاع ماصر تاع مادة غشقر ما تكونش بنفس ماشي كيف كيف اكزاكت امو دوك هادو اللي يختلف في رائحة ولا في رائحة الاخيرة يتخرج لك في البارفا اللي هي قولوناها لانوت دو بعض بيانسور يعني مكاش فرق كبير بيناتهم لا؟ الفرق سي في طريقة تقولك ديجا استخلاص الزيوت نعم ولانتونسيتي معندها مادة رائحة الفواحان تاع العطر كين بارفان ديكستري لي ما يشتش بززاف كين بارفان الوريجيان ليشتش بزاف مصح دوك كين واحد المشكلة اللي يمتحو في هدوك المشتعم بالجازائري او يشري عطر أصلي مصح ما عندوش مدد فواحان طويلة الحاجة اللي ما يقولوهاش اللي بقيعي العطر سيكو العطر كيما المواد اللي مستخلاصة من الحالي بيخسر يخسر بسخانة يخسر بعواني الخارجية نعم هدي معلومة جديدة لجو يلا الناس بزاف يعرفوها أنا ما نعنشها صراحة الارفان يخسر تشيري عطر أصلي ديريه منه لازوش دقايق ما عندوش مدد فواحان طويلة ما يقري كون تشوفي خاصية تاعو مديور بليك عطر بليك في عندو يشد مدد طويلة اللي فيها موطات كثيرة وفيها مكوينة كثيرة وليبانو في العطر شحال يقدر يشد يعني تقريبا العطر؟ الارفان اللي شد نور ملمو هي نور ملمو عندك ثمن سوايع العطر كيكون أصلي ويكون عطر عندو فخامة يشد ثمن سوايع في الثمن سوايع مقسومين عندك النص عندك العشرين دقيقة اللي أولا عندك رائحة عندك مور ساعتين وعندك الارفان كي يطول مور ثلاث سوايع هادو كلها مور ساعتين نعم هدا يسموهم الهارم هارمتاع الرائحة على الارفان جميع الارفان عندو هارمتاع يعني ماشي كي تقعد الرائحة ربما تشد لك ست شهور سبعة اللي تفسد لا ماشي من هاد المفضل ماشي من هاد الباب نعم ماشي من هاد الباب تاع الاتيرات الخارجية هما اللي بدلو في نوعية العطر نعم طيب نرجعوا الى صناعة العطور نشوفوا هاد المستخلاصات اللي جبتهم منا واليد نعم يعني منين يجيبوا هاد المادة الاولية كيف يتم تصنيع هاد المستخلاصات المستخلاصات هاد المستخلاصات اللي قام على شكل زيوت زيوت بأغلبية الأحيان يجوا من الخارج نعم كاين نقدر نقول لك كاين خمس دول بالاك اللي يراهم دوكا عندهم اسم بسكو هادا فن نعم بسكو هادا فن نعم بسكو هادا فن نعم نعم بسكو ماشينا جميع انسان يقدر يخدم العطور دونك البلدان اللي خمسة اللي يراهم دوكا رواد كما نقول احنا في المستخلاصات الزيتية كاين الصين اللي هي رائدة في كلش عندك إسبانيا عندك الإمارات والدول اللي نقدر نقول لهم بلي راهم في المراتب الأولى كاين فرنسا فرنسا إسبانيا وإنجلترا هادوما الدول يراهم عندهم مكانة كبيرة في السوق هاد المستخلاصات عفوا يعني يجيبوهم على حسب الرائحة رائحة الورود كاين يتريح أعشاب ولا عندهم مادة يستخلصوا منها؟ هما قلق على العطور فيهم كما قلنا نحنا تلت نوتات عندهم في الهارم عندك فرأس الهارم عندك دايما يكونوا عندك فواكه كما البرغاموت كما البومبلوموس كما الاخر عندك في وسط الهارم عندك لنوت دو كور نلقي فيهم دي فلور دبيوتود ياسمين تلقى للافون تلقى بزاف عفايس وفلان نوت دو باز اللي هي جيل الخرنية اللي يسموها الفيكساتور اللي با لكم بعد ما هضروا إليه نعم نعم يجو فيهم نوطات قاسحين شوية كما الكوير كما الحاطب الصندل اللي يعرفوا بزاف الجزائريين كاين الفيتيفير ويرايحة نعم طيب والد نشوفوا انه بعض اللي بيعوا الروائح وللعطور هذي المستخلصات يعني كل واحد عنده طريقة خاصة في تحضير نعم العطر نعم يسير فوالد كيفاش يحضر العطر دي عالو؟ نديرو بطريقة سهلة جدا ماشي نقدرش نقولوا بليك طريقة القروها ولا بحثنا فيها نعم نستعمل مكوينين عندي اليتامول وعندي الزيت نعم كاين اللي يستعملوا الفيكساتور نحو نشوفوا كيف كيف كيفاش تحضرها بيون شير فاركزمبل البارفان عدنا البارفان عدنا الأوت بارفان عدنا الأوت فراش كاين مزاف كاين ديفيرونس كبيرة اللي ديفيرونس تكمن الضوزاج تاع الزيت ولا المستخلصة المستخلصة الزيتية النباتية لكي حتستعمليها فالعطر نعم نقول احنا حنخدموا أنوت بارفان وهنعامالة كونتولنص تعافلين كما هدا تعبوة كما هادية وقولوا زعمان ديرون الهان بارفان كالكون كونك أنا الطريقة اللي نستعملها ندير ندير الكوحو القبل نعود نغلق القروه رديالي لطانون الهدايا عنده خاصية خفيفة علمة والزيت احنا على بنابليك خفيفة علمة طيب. كيف ندير الزيت فوق عبوة فرغة، يلسق لي في بروة. في بروة العبوة. كيف نخلطهم بعدها يقعد لي نريزي دو في الكوتيتة على القارورة. ويسعب لي باش نخلطهم. كيف ندير الزيت عنوال شوية، نروح لنبورة كالبارفن. لكن تونوس لحن ندير هانا باش ندير نبريباري النوت البرفن. ندير ربع القارورة، يكون زيت برق. انظر يجتغل على الطفل عندك كيف نرأ من التجارة البارفن. تونس مثل الارفن، يتم تبعوا في تغريبين التجارة على النبري السلسي رواح، يهتم دورة على الأساسي من 60% من المعرجل. فهو كيف ت Zero 60 ملتر؟ نحن ندير الكثير من السلسي قلية، وينوسيقى يلغم 30 ملتر؟ أليس بمساعدة البرفن الذي يجمع ويزيت برق. سيوم ندير 0.8 مدرس 5 جمع يدير كثير من السلسي قد ندير 8 جمع. نعم. ندير الزيت تاعي للداخل. الو بجيكتيف تانا تاع العطور، الطريقة اللي كانوا يخدموا بيها في القديم رائح. تقطير و؟ تقطير، نحن نحضروا مور، مور لافز تاع التقطير، يكون عندك ديجا الزيت واجد. هنا البروسيس يجد على استاغناسيوم، شتي كيمان نرقدو باريكزومبل المواد الغذائية، نرقدوهم، يرقدو العطر كيمة الزيتون، المرقة، ديك ستيرا. الرائحة كانوا يرقدوها، يديروا المستخلاصات هادية، ويديرواها قبل ما ليطانل، يديروها في واحد العبوتة عن نحس، يديروها في بلايس، يكونوا بردين، ويخلوهم كتر من عشرين يوم. هذا الرجل مقبلي على الفرق بين العطر الأصلي والعطر هذا الإكستري، نقدر نقول لك بلي ما كانش فرق، كي يمزفه لكي ما يشطرونيش الرأي، ومسح نقدر نقول لك بليك عطر كيمة هادة تاع مستخلاصات ناباتية، وكانت خليه كتر من خمسة وعشرين يوم. في بلاسان قولوا مضلامة، وما فيها حرارة معتديلة، ما تكونش سخونة. في بلافان، لو كانت تستعمل البرفان الوريجينال وتعليكستري، تقدر ما تكونش قاعدة في فرنس. يعني كيت تقعد بزافة ربما تبيتها؟ مش تبيتها، نقول لك، تبيتها عشرين يوم، خمسة وعشرين يوم. فوق عشرين يوم، البرفان يتسمي للزيت، يعني يتخلط الزيت مع اليطانون المتجانس، هذا هو الكلام. نكملوا هنا البرفانينا، ضرنا الالكول، ضرنا الاليتانون، نخلطوهم على الفان وعلى التحديد عن الالكول, بشي يتسميه لهم مكسيموم، نسيون أن نخلطوهم ليح. نحن نخلطوهم طريبا، بشيء، 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 نكملوها انضرز وضرني أردوز على الاليتانون، كين اللي يستعملوا الفيكساتور؟ نعم هذه نقطة ربما مهمة نهضر عليها هل صحي يستعمل الفيكساتر في الأخير ولا لا؟ نقول لك كما نقول لك انا سيكون لجند الفيكساتر على كل حال كيف انا لجند؟ الفيكساتر نعم قبل أن نقول لك كأننة تباقات كأننة هارم تارواعيح كأننة نطة دو كور نطة دو تدو تت ونطة دو باز نطة دو باز يى الفيكساتر احنا فاولة فاولة نقطة أكثر الناترة من العادلة نحن نقول لك فاولة نطة دو بزنفة نظرات دو بذ محاطة دو بذن خوشتو اللي ديجا انكلو في الريحة. هاو ديكزيستي ديجا في الريحة الزيت تعوى. الفيكساتور اللي مالك تقيم بزاف لي كيما نخدمو الروائح ما يعجبهم شوش هنقول. بالصح الفيكساتور هو عبارة عن مسك ابيض. المسك الابيض هادا يا يكزيستي في الروائح. في الانوت دو باز يكزيستي. يعني في المستخلص هادا كان ديجا كيما نقول. وحنا ينسر تن دوز تع المسك الابيض كيما لا روسات تع الماكلة هادا كلا دوز كي تزيد لها. نعم. حيتبدل للبارفان. نعم اكيد. صحة. دونك كي الناس عندهم بلك نقدر نقول لك خلفية تقدر تقول لهم ولا تمكنهم باش يقول لك بلي كي نزيد في الفيكساتور. البرفان حي يقعد بليزان تونس. يقعد كثرة نعم. أركو ما عندهاش علاقة. كي مزاف عطارة أنا خدمتهم للكليون بتاعي زيت وإيطانول برك. فيهم مدة فوحة طويلة. وتشد. وتشد. ولي النوت قاع. لما انت اللي طروات على نوت دو كور نوت دو بازة نوت دو فان. قاع يقعدوا. نعم. دونك الإشكال في منراه. نقدر نقول بلي كي مدرساتين. كي مدرسة اللي تحب الفيكساتور. وكي مدرسة اللي تحب بلا الفيكساتور. نعم. كي دير العطر هادا كي ينضولو شوية حد. أها يعني ما يحملوش الجلد تاو ما يحملوش. وكي يقول لك العطر هادا مخرجش على اليأور كهواسي المسك الأبيض اللي مخرجش على البشارة تاو. نعم. كملت لك العطر هادا يا على كل حال. خليتو شوية يستاقلي. هاتا كاين شكرا ليك. يلا نجربوها هنا نجربوها. نجربوها وين تحبي. هي عندك مناطق الفواحن. عندك مناطق النبض. عندك هنا عندك هنا عندك وراء الأدنين كم تحبي انتها. يلا نسيوها هنا. سيا وين تحبي. دلني شو برك بشو يعيدك هاقدر. هاقدر. بصحتك. شكرا لك وليد. وليد الناس اللي حابة تخدم عطار في المنزل. هل تقدر ولا لا؟ كنشوفو طريقة استخلاص العطار هادومة الزيتية. كان طريقة التقطير. نعم. نحنا عربنا بلي في التقطير نديروها في المخابر بسكو عندك توتن بروسسوس باش تقطري الحاجة. كان مزاف الناس يقدروا يديروها في المنزل. وكان مزاف الناس يخدموا بالك صابون يخدموا لي بوماد في الدار. مفتره. نعم. نعم نعم ما بلاد هنا. كما يفروي أو كما ننبورة كالحاجة. يعني اللي يقدروا يخرجوا منه الزيت. والورد يعني أشهرها الورد. أشهرها الورد. رسكوا سهل للتقطير. وإحنا مبكرين عارفوا بليك ماء الورد. النساء الجزائريات مبكرين. يقضروا الورد في المنزل. طيب هل شوف أنه هاد الحرفة هادي تحتاج إلى التكوين ولا لا؟ هادي فنقدر نقول لك بليك علماء في العطور. أغلبهم فرنسيين. يقول لك بليك باش تولي ان بارفومر لازم يكون عندك انا. عندك الانف. هاد الانف وش يديلك ماشي؟ تكاين انفورماسيون. بيانسول لازم لك تكوين. نمبرتكال دوما لازم لك تكوين. ما تعرف تدوغ للي Parfums. مشي تدوغ للي Parfums. تشم للي Parfums. تشم للي Parfums. تشم للي Parfums. تشم للي Parfums للي Parfums. بسبب للي Parfums. في العطر كاين حاجة يسموها للي Zakor. كاين دوما يقدرش يمشي مع دوح 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 دو� اخر. فرابور الكمبيزة تولي. في العطر نفس الشي. لن أن ومر لا تشمي مع دوح 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 دوح. صحيح نعم. يكون لازم يكون عندك الانف باش تلعب في المزور. كاين واحد يطيب. صين نفس الشي. عندك مكونات تعرف. يعني انت عندك هاد الميزة واليد. وانا قدر نقول لك عندي ميزة واحدة. وانا نقدر نعرف بالك بزاف عطور إتشملي. لأنه لا يمكن أن أعطي لك مناعات الأسكوريجية لأسكوريجية ومع مكونات لا يمكن أن أعرف بعض المكونات أصلي أو لا؟ لا تستطيع أن أعرف مستحيل مستحيل أن أعرف فقط أنني قلت لك، الفرق بين الأصلي وبين هذا الموصل الفرق رأيه إختلاف تلك الزيوت، تلك الاستخلاص تلكها كيف استخلصت نعم، طيب والد كالي يقول أنه لازم قبل ما تدير البخفات تدير مرتب للبشرة لك لك أكتر هل صحيح أو لا؟ وحيد، البدعة يقول لها يقول لك إدير الفازلين، الفازلين المشي مرتب نعم الفازلين تدير عطر فوق الفازلين، وبالليل لا تشربهاب واعات فوق الابود، الإ탕ة تدير الروايحة تدير الفازلين، وتدير زعمات الريحة هي لم تねぇ علاقة و üçuga المرتب فيها ريحة احنا الجزائيلي عبانيي بليك عندناmbلك صابون، عند جالدوش، عندناك temporada ستزيد إلها العطر من اليفوق، وذلك لا تسحق بل ما تأخذ نش natural يمشوا. يعني ما عندهاش صحة هاد المعلومة. ما عندهاش صحة هاد المعلومة. قعكي ما. المعلومة نعم. ما عندهاش صحة. يلا. نروح نشوفوا نقطة محد اخرى. انو كين تانيين يديروا نفس العطر. نفس الباخفان. لكن هذا يشدلو والاخر ما يشدلو. وهذا يريح فيهم عندو عطر خاص به. والاخر لا لا. هادي حاجة كينة. أصبر شي ميكمو. شي ميكمو. كل واحد لا بتاعه كيفاش. احنا نعرفون بكري في العامية تاعنا احنا يقع. يقول لك يتاكل حلبة تلو يتريح حلبة. صحة. العطر تاعنا كين بزفرة واح يخرجوا. مش يغل الحلبة الماكلة. قال يناكلوها تريح. عندك يتكون حزين. هادو ما عواميل خارجية على العطر. يغيروا في النوطات تاع العطر كيفاش يريح. نعم. الاكل اللي قولناه هادو يبدل. عندك تانيت. يبجو نقول لك. الاحاسيس تاع هذاك الشخص في هذاك النهار. تكون ساعي تريح بريحة. تكون حزين تريح بريحة. تكون بلك خمم في حاجة بوزيتيف تريح بريحة. عبسة نيغاتيف. طالعي. نعم. دونك هالفرق يكمن في هادو هادو الديطاي. وكين تانيت ديطاي واحد اخر. اللي هو لاشالور تاع لابو. بين انتي وانكولاك واحد اخر. لاشالور تاع لابو ماشيك بسكويسي لاشالور هي اللي قلوب غلينو تاع البرفان. هي اللي تحل النوطات تاع العطر. يعني كي تكون البشرة يعني حارة ولا جوسيبانية تشد ريحة اكتر؟. اي ما عنداش علاقة مع بشرة نقولو احنا يا ساش ولا. دغنية ولا مكاش علاقة؟. دغنية ما عندهاش علاقة قاع. عنده علاقة مع سخانة. وعنده علاقة مع سخانة. وعنده علاقة مع سخانة. نعم طيب احنا عرفوا احنا في فصل الشتاء وشنه هم الروائح اللي راهم تندانس في هادو الوقت. لالنساء. المشكل اللي راهو دو كاكين. احنا هدرنا مقبيلة على اسعار تاع العطور. العطور الاصليا دو كالانتاج ما كانش في اوروبا ولا في امريكا ولا في الدول لانتاج العطور. المشكل اللي مكاش الانتاج الاسعار طلعت. والعطور اللي راهو دو كا نقولو احنا بالاقدار لهم كومين ميزاجور. نعم. رجعو في العطور عندنا موحد الخاصية هكدا في الماركوتينج يزيدو انتانس يزيدو كل ما هكدا مور الفارفن اوريجينال باش يديرو الميزاجور اللي عاودوا يبيعوه منو. ميز ولا يزيدو تالية؟ يزيدو ميز عفصة يزيدو انتانس يزيدو لانوي كده كوتور. يزيد امو هكدا بو جسد زع ما ديستانجي البرفن اللي اولاني على البرفن دزير. البرفن اللي راهو دو كان عم دوراوج كما نقولو في 2021 للبرفن فرجة اللي خرجو جدد. نا نقولو الاسمه والتحب. كما عدنا ديور سوفاج كانت مقدوم السان بارفن اللي دارسوا كشي كبير و مان في 2021 كانت ترميل اللي بس سيلر اللي يتباع بزاف في أوروبا. خدمو منو انو دوزيام سيري ولا نقومو ان كوبي ماشي كنفورم ما فيها بزاف لديطائمه تشبه علش السوفاج الولا. وسموه سوفاجي لكسير. يعني هذا خاصة بفصل الشتاء يكون قويين قاسحين يكون قاسحين أو بوازي يكون أروماتيك تانيت يأتي عاقد يأتي في نوت جدا يأتي سيطان نعم يأتي سكران يأتي هناك سكوندال يتحدث هنالسون فهل يخدم رجال عندك تانيت فنطوم كان عندو رواج كبير هو انفكتوس فيكتوري انفكتوس ليجاند انفكتوس فيكتوري كانت رواج كبير عند شباب تاعنا وكان عطور temas كانت في الضيور فارانيت عطيور شاتويه محده يبان بلك عطر ريجالي. أه، نعم. دورك في هذا. نحو لنسا دوكا. نحو لنسا دوكا. لكن قبل ما نتحدثوا على هذا الشيء، أطيلي برك الأسان تاع هذا الفرنس. هذا الفرنس مو مون باغي. مون باغي. تايف سان لورون. انا نشوفه دائم من اللي نظوره دائم من في فرنسا. أي تريحة جارة حالة في الفلاتو. ما شاء الله. ماشاء الله. ماشاء الله. ما شكونا بريباريت ونونا عرفهم طيب. يلا، ما عليش. أنا نزخه بك شوية. ربي حظك. بارك الله فيك. تفضل فحكيلي فقط على النساء. على النساء. نعم، تفضل. 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 تفضل اللام. سمي هاي اللي اختعت الكلام على كل حال. للنساء، البلو بارتة عن النساء يحبوا عطور حلوة. حلوة، نعم. بس حكايا، النساء يحبوا ألسو دينمارك، ثقف غير مع النساء يحبوا دي proved fresh, يحبو دي پارفن أيضاًون لرجال. بعض أن كان من قبل في مطلة العنساء ودعوه الرجال وكان دي پارفن تعرجال دعوهم من نساء للغنساء. اللي لگزن هادوبتين لذلك سورة. فنساء يحبو باركزم البارفن اللي لهم عن فوق ذوكا، عندك إيفسان Laurent Libre، عندك مون باري، عندك مايوي، مايوي انتونس كما دام قبيل البرفن يكيزيستي بشي عاود يزيد بيع التاعو يزيد لو لانطنس بس كون نسا يحبو حاجة بلوز انطنس عمدك آديكت عمدك تعجيفان شي يجيبان شي معالما يعرفوها بزاف نسا ويحبوها وروايح الخفاف روايح الخفاف ميحبوها مش بزاف نسا ميحبوش رايخفاف تلقى يبالك نسا اللي كونو يحبو يكون شوية ديسكرات ديران بارفان ديسكريك صح ماشي قاع نسا يحبوها حاجة هدي تزيد لك في شخصيتها و تخليك تحسيرو حكم ليها على بهادو كوالعطر ولا كومان اكسسوار كل يكي لابسان يشاط كل يكي ديران ينبال مانطر تزيد لك في الاحساس بالليك يعني هدو هما العطور انواع العطور اللي راه يدوك عندها رواج كان اسمه إيريزيستيبل و كان لانتردي يدوك اللي ينقوم بك على نميرو 1 في المارشيال الجري نعم وليد يعني القصرة معاك حلوة شكرا لك فقط عنا فقرة نستالجي الفقرة اللي نشارك فيها مقاطع فيديوهات لأفلام وموسيقى قديمة فوالد وشيحة بيسمعك موسيقى قديمة تزائرية ولا؟ تزائرية ولا أي موسيقى؟ تزائرية نسمع الغناء القديم نسمع مامي القديم نسمع خالد نسمع حسني القديم نسمع أطينا وحدة وحدة ومدي؟ وحدة عمامي مامي كراي عفسها هذي مدة طويلة؟ قديمة عندها بزاف هذي لات مي كراي لاربي لات مي كراي وسمعها نحو نسمعوها يلا بوشاهدينا نحن نشوفوا الجزء الأول من فقرة نوستالجي وراجعين معكم إذن مشاهدينا كانت هدية غنيتنا لنهار اليوم من اختيار ضيفنا وليد يعني جابنا غنية مميزة عندها طابع خاص وصراحة فكرتنا بيامات شابلين كنت فكرمي في ليف واجلي قدرتهم كنت نسمحها بزر نعم يلا وليد نوحو الجزء الثاني من فقرة نوستالجي كما قلت لك نشاركو أفلام قديمة وليد وشي حبي يشوف جزائرية جزائرية كان مسلسل دعم المنتوج جديان بيانسير منتوج هذا خلاص جزوقت يعمل غير باد الجنرازون تاعنا على كل عال كان البوابون 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 حسان حسان نعم حسان مع زوجته كان يخدم زعمة كونسير وش يقول فيها ما يقولها شهيرة يقدر مع الزوجاتها يقولها نحبك يا إمتي يلا نحو نشوفها وليد مع بعض يلا مشاهدين نحو نشوف الجزء الثاني من فقرة نوستالجي وراجعين معكم نعم مشاهدين أكانت هذه شقرة نوستالجي لنهار اليوم وكان الفيم من اختيار وليد دايما اللي جابنا حسان اليوم الله يرحمه على كل حال الله يرحمه نعم يرحم كل الفناني اللي غادروا الصحة إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله وليد كلمة أخيرة تقولها معانو نقول لكم يعطيكم صحة للدعوة ربي يحفظكم بون كوراج ربي يوفق وإن شاء الله يوفر ربي يوفق جميع واحد مؤمنوا يخدم بالني إن شاء الله يا ربي بتوفيق ليك وليد وشكرا ليك مرة ثانية مشاهدين إذن نخليكم الآن مع فاصل غنائي قصير ونوصل معكم عددنا لنهار اليوم ترجمة نانسي قنقر